هنروح لأخبارنا وهنبتدي بالنهاردة لفتة يعني جميلة جدا الحقيقة من كابتن محمود الخطيب النهاردة توجه وزار مشجع نادي الاتحاد المصاب اللي لسه حتى الآن بيتلقى العلاج في أحد المستشفيات بالقاهرة إسلام كابتن محمود الخطيب توجه وكان في صحبته طبعا الدكتور محمد شوقي عضو مجلس دارة النادي الأهلي واللي مشرف على الحالة وامتبعها طبيا بشكل كبير حضراتكم طبعا كنتوا تابعتوا مباراة الأهلي والاتحاد السكنداري اللي أقيمت يوم 24 ديسمبر اللي فات وشهدت سكوت أحد الاستندات أو أحد الاستندات اللي كان واقف عليها جمهور الاتحاد السكنداري وعلى الفور طبعا اهتم بجدا مجلس دارة النادي الأهلي كان حاضر ساعتها في المباراة معي الوزير العمري فاروق نائب الرئيس وأيضا كان حاضر دكتور محمد شوقي كان حاضر كابتن خادر العوضي قدموا كل الدعم طبعا كل الدعم كان بالتنصيق مع كابتن محمود الخطيب وتوجه وكابتن التنصيق كمان مع كابتن محمد مصلحي رئيس نادي الاتحاد وتم نقل مجموعة من المصابين كان على أسهم إسلام لأحد المستشفيات اللي متعاقد مع النادي الأهلي بحيث أنه يلقى رعاية طبية من نوع معين لأن الحقيقة كان محتاج عملية جراحية وكان محتاج متابعة في العناية المركزة متابعة مخصوصة وكانت موجودة في أحد المستشفيات النادي الأهلي قدم كل الدعم والحقيقة دي تيجي في إطار العلاقات الطيبة لنادي الأهلي مع كل أشقائه الأندية الأخرى ورأسها طبعا شقيق ونادي الاتحاد السكندري وأيضا ما بين الجمهورين عايز أقول في الأول والآخر دي رياضة نعم رياضة كل مشجع وكل لعب وكل أحد ينتمي لنادي يتمنى في وزن نادي ولكن في سلامة الجماهير الكل يصطف صف وحد النهاردة كابتال محمود الخطيب ضرب يعني مثال يعني رائع النهاردة بيزور مشجع مصاف لأحد الأندية الأخرى ودي حقيقة حقيقة لفتة يعني جيدة جدا أنا عايز أقول لكم على المستوى الإنساني كابتال محمود الخطيب الحقيقة يعني مفيش مناسبة يعني فيها يعني محتاجة أي دعم سواء أنا عايز أقول لكم على مستوى حتى الجمال أممي أنا أقول لكم الكلام ده كلام صدقا يعني لأن أنا بشوف كابتال محمود الخطيب الحقيقة في كل المناسبات يعني بيدعم لو مناسبات يعني حزينة أو يعني فيها حزن بيبقى موجود وبيبقى من أوائل الناس الموجودة بيقدم الدعم وأيضا في مناسبات الفرح كابتال محمود الخطيب الحقيقة في الأمور الإنسانية ما بيتأخرش خالص والحقيقة الكلام ده أنا يعني أعرفه وأسمعه أن كابتال محمود الخطيب من أيام ما كان لعب أنه في الحتة دي بأمانة يعني ما بيتأخرش تماما وحالة إسلام هو كان متابع يمكن نهارده كانت الزيارة ولكن الفترة اللي فاتت كان متابعا كثب حالة إسلام احنا هنا بنتمنى له كل الشفاء وكل الدعوات وقلوبنا معاك إسلام وإن شاء الله بإذن الله تخف عن قريب وترجع لأهلك وترجع لبيتك وإن شاء الله ترجع تشجع نديك نادي الاتحاد السكندالي في الجماهير وترجع تنور الجماهير وترجع تاني تشجع عصاد الأهلي مش هنبقى زعلانين بس المهم سلامتك وتقوم بالسلامة والحقيقة لفتة جيدة جدا من كابتن حمود الخطيب ومجلس الإدارة طبعا بالكامل زي ما قلت لحضراتكم بيدعم إسلام وإن شاء الله عن قريب نتطمن عليه ويقوم يقف على رجل تاني ألف منهم سلامة عليك يا إسلام